أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات وذلك عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر جاء ذلك خلال افتتاح رئيس السيسي موسم حصاد القمحة وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات محتاجين نتأكد أن أولاً بالنسبة لشرق العوينات أن احنا المخزون المياه الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الري هنا سواء للمنطقة المنزارة عليكم أو للمستثمرين دي بيتم التعامل معها تبقاً للمعايير اللي يتحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة أنا بتكلم هنا على استخدام المياه بشكل رشيد جداً جداً دون هدر في الزراعة فأنا عارف أن وزارة الرأي بيتابعة ده دكتور مصطفى وعايز أتطمن منك ووزير الرأي على أن احنا استخدامنا للمياه هنا سواء للمسؤولين في الشركة دي أو لرجال الأعمال اللي شغالين في منطقة شرق العوينات دي واحد نفس الكلام بينطبق على منطقة التوشكة إحنا المحطة المياه اللي معمولة هناك من سنة 86 دي معمولة عشان تطلع حجم معين من المياه إحنا محتاجين إن إحنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة وبالتالي نظم الرأي الحديثة اللي إحنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي إحنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال أو ليكم يبقى بيتم العمل